ما قال أبو يا بيت أبو الحسنين بيتي وما قال في الزهر أحفظوني عقوب موتي وخر يا ظالم لا تسمع الناس صوتي والجزل خلف الباب ليش مجمعين قال ها بشب النار قالت شبها عليك ورحل يا غادر للعهد للنار تصليك قال ها بطب الدار قالت ما أخليك لزمت الباب وخرت الحزين آبانت أنا ملهي واخذ صوت وضربها وقال ها يا زهر حجرتش لازم نطبها وحل قوتها في الباب يا شيعة وعصرها خرت نادت يا رسول الله وليه توجهت إلى أبي يا رسول الله بأي حال يا مؤمن يد على جنينها المسطوط والأخرى على ضلعها المكسور وقفت عند ذلك القابر أخذت تنادي ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوال قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي ويا زهرة صبت علي مصائب صبت علي مصائب اشتركوا في القناة